منحرفة وأفكار منحرفة طبعاً حتى الصورة قوية جداً من خاصة بالغلاف هل الأديان كانت أشد حدة طب الحمد لله الغلاف ده الغلاف ده لما تعمل كان بال خليباك ده رمز داعش واللون السوديان وهم كانوا حطين العلم اللي هو لا إله إلا الله على الغلاف ده فكنا حطيني الصورة بأصلها وبعدين اقتطعته الجزء ده بس ايه؟ اقتطعته الجزء ده بس لأ شلت العلم ده لأنه لما حطيته لما شيرت الغلاف على صفحتي فكلمتني صفاء صفاء نجار مراتي فصفاء هي الوحيدة اللي ممكن أشتب حاجة وغير حاجة لما هي تقول يعني مش حد تاني لها رؤية يعني هي لها رؤية طبعا كتيبة كبيرة يعني لها رؤية ومساحة الثقة يعني يعني لما بتقول هي عندها تعبير رطيق بلاشها محمد فبلاش خلاص يعني ما بنائش لاني بابقى عارف فيها فكرت في ايه فكان الغلاف كده معمول عليه اللي اللي لله فالناس كانت هتبقى فيها صد مايا ايه افكار منحرفة ايه افكار منحرفة عن السائد يعني فيما يتعلق تحديدا بمساحة الأديان يعني فيه ناس كتير جدا ما يعرفوش مثلا انا ختمت القرآن وانا عندي حالة 14 سنة كتبت ترحوا في كتاب يا دكتور اه في كتاب ختمت في كتاب الله يرحمه واشترها في جواد غالواش حد يعني من كان هو الوحيد اللي بعد والدي والدتي اللي بابوس ايده يعني ما بابوس ايد حدي تاني وبعد كده طبعا دكتور عطف عبر رحمان المشرفة علي مكتبوس ايدها وبعدين كانت القراءات كلها في لحظة معنا قراءات في الإسلاميات وفي الأديان فأنت عندي وجهة نظر انه فيه انحراف حصل بالدين عن مقاصده يعني انه الدين اساسا هو لإسعاد البشرية انحراف بصورة الدين اه بمقاصده يعني هو الدين جاي يعني هذا الإله الرحيم منازل الأديان عشان يريح للناس اللي خلقهم يعني عشان يعزبهم مش عشان يديق الحياة بهذا الشكل لكن هيا الفكرة انه كهنة بقى المعبد الديني مش السياسي عملوا عملية الفصل لانه أنا عشان اوصل لربنا اوصل من خلالهم كويس عشان هو يبقى له شغلان فعشان اوصل من خلاله لازم يعقد الطريق الى الله رغم ان الطريق سهل يعني بسيط بسيط جدا كان أنا أقولك على حاجة انه الأديان الأديان لانه انت عندك نوعين من الأديان الدين السماوي والدين اللي ممكن تقولي عليه دين الممارسة اللي على الأرض اللي الناس ادخلوا فيه دين الممارسة ده هو سوى بشقاء البشرين يعني الدين اللي لازي أنتجه الفقهاء إذا جاز التعبير يعني فيه دين سماوي ودين فقهاء لا أضافوا لي وهم يتضايقوا جدا من الحكاية دي ويزعلوا من الحكاية دي بس انت فعلا عطلت طريق أنا لربنا هو يقولك يعني دعوني أستجب لك مباشرة لما تغلط تعالى هو بقى فرحان بيك أكتر من اللي قاعد يعودني ليل ونهار فيه حاجات صغيرة بسيطة جدا بصي اللي هو كل الفقه كل الفقه بتعقيداته بأبوابه وبحاجاته وبالأسئلة اللي كانت قبل كده بالفقرة قبل كده وإيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش وإيه اللي يجوز وإيه اللي ما يجوز اتلخصت في جملة واحدة الرسول عليه السلام قالها قال الإثم ما حكى في صدرك وخشيت أن يطال عليه الناس مقياس لطيف جدا الغلط من الصح أنه تبقى متدايق وانت بتعمله ومش عاوز حد يعرفه أنا تستفتي قلبك خلاص يعني اللي هو هو بيديك مقياس بسيط جدا لكن هو بيدخله لتعقيد لأنه عاوز يبعدك عشان يتوصلي من خلال ووظيفته ووظيفته كده لما تيجي تنقشيف وظيفته مثلا وده اللي أنا عملته المنهجية اللي أنا عملتها في معالجة الأمور كان قبل كده فيتغلبه يعني أنا لما أدخل معي شيخ ممش الأدوات لما أدخل معي شيخ هيقعد يدخلني في الأحاديث والأسانيد فبدأت أنا أتعامل معه أتناقش معه في وظيفته في وظيفته اللي هو عشان أوزر التناقض ما بين التعليم اللي هو بيرددها وما بين ممارسيته والوظيفته اللي هو أنت بتيجي تتكلم دور الدعوي يعني أه لو أنت بتيجي تتكلم عن شيخ فبعد هو قاعد يكلمني عن الزهد كويس فتكلمني عن الزهد فهو راكب أحدث مركات العربيات ومتجوز أربعة غير ملكة يمين وبعدين عنده أشور ونستطيع حد ملكة يمين فيه كتير هم محللين نفسهم الحكاية دي فيه شيخ مثلا عنده عمارة خمس تدوار الدور عمل الدور اللي فوق استوديو والأربعة تدوار متجوز في كل دور واحدة والدور الرابع ده بيخليها للست الستبن اللي هو بيطلقوا الجاوز تاني ده في مصر موجوب فأنا لما أجي لما أكلم الناس عن أفكاره هيقول لي أنت تعرف إيه ده الشيخ مش عارفه لكن لما أقول له هو بيعمل كذا فده بيظهر التناقض ما بين اللي هو بيقوله والله هو عايش والله هو عايش وده أزعج ناس كتير يعني أو ده اللي خلى اللي خلى مثلا اللي أنا بعمله تحديدا مزعج لأنه أنت بتسقتي شرعية ممارسته لو وظيفته أنت راجل إمام ودعية وواعز مفروض يبقى فيه أداء خائز؟ الأداء ده مش موجود على الأرض فأنتم ما نفعش تتغل شغل أنا دي ولذلك بابوا أنت ما بتحربيش ما بتحربيش الدين عنده أنت بتحربيه في أكل عيشه هو يعتبر ده ده محاور تقريبا أفكار منحرفة مش كده دكتور؟ محاور؟ ده المحور الرئيسي لو رحت مع حضرتك بقى للعقرب السام والعقرب السام بالمناسبة برضو هيخدني لنفس السؤال الخاص بكهنة المعبد والأجهزة أو الجهات السياسية المختلفة والتواصل معك بخصوص الكتب العقرب السام كان طبعة كام؟ العقرب السام طلع 2013 آخر 2013 دي طبعة العشرين تمام أنا شايفة طبعة العشرين دي طبعة العشرين بنزيد ويبارك إن شاء الله لا هو كتب مبروك يعني من الكتب المبروكة يعني وهو أقرب إلى في حاجة كده من أجهز ما من أجهز تاريخ الساخن التاريخ الساخن اللي هو بيقوم على تسجيل الحدث أثناء تفعله فأنتي بتيجي ترصودي كل يعني هذا الكتاب لم يكن هناك سطر اتكتب عن عمر سليمان برا مصر أو جوه مصر بالإضافة لي معلومات أنا عنه إلا هو أنا حطيتها على مكتبي وطلعت بداه فأنتي باين تقدري تقري الخريطة بتاعة الموضوع كويس؟ ليه لأن أنت في ناس كتير تقرأ موضوع هنا وتقرأ موضوع هنا أنا كانت وظيفتي أن أنا جمع كل ده وأعمل من خلاله دراسة مع أجهزة أو أوليات؟ لا أنا أجهزة بعد كتاب ما كده لأنه كان هم مطردين على يعني حوالي ستة فقرات في الكتاب وشلتهم في الطبعات اللي بعدها كانوا متعلقين بأسرار معينة أو كده؟ حاجات متعلقة بأسرار الدولة أو حاجات فيه رأي معينة الحقيقة هنا كانت فيه تقرير مكتوب تقرير مكتوب وقالوا أن الفقرات دي مش مناسبة فشلتها كان بعد الطبع الرابع لكن صدرت بالفعل طبعات أربع طبعات الأولانية فيهم حوالي ستة فقرات كده كان فيه اعتراض عليها وهو عايز أقولك على حاجة الأساطير اللي بتتعامل يعني لأنه في ناس بتحب التاجر بالمسألة دي أنا التعامل كان تعامل في غاية اللطف يعني اتصلوا بي قالوا لي محتاجين لك رحنا قالوا لي الكتاب قالتولي مصادر كذا 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 طب إحنا عندنا الملاحظات دي قالتولي محاضر فحتى فيه كانت تتكلم معي استغرب يعني فقال لي يعني الصور عنك أنك ما بتتجاوبش بسهولة بتقول لي أنت تتكلم في الأمن القاومي يعني أنت بتقول لي ده تقريب دي أمور متعلقة بالأمن القاومي شانا شك في الأمن القاومي دي شغل أنت لما حضراتك بتقولي الصور عنك مش بتتجاوب بسهولة يجيلي الكثير من الأسرار اللي حضرتك بتتكلم عنها فتلاقي الناس بتقوله هو بيجيب الأسرار دي من إيه آه فهل ده تجاوب مع أجهزة تانية نوع آخر من أجهزة لا خلص بصي دي نقطة نقطة بصي أنا شغلانتي أساسا أنا الراجل بتاع معلومات مفروض معلومات ليها مصادر خلص؟ المصادر دي لازم يبقى متواصل معها يعني على سبيل المثال عندك زي قضية الوحاة مثلا الحدث بتاع الوحاة أنا طالع أتكلم مع الناس بوصفي إعلامي أو هكتب مقال بوصفي إعلامي هو الناس عايزة مني معلومات المعلومات دي عند جهات وعند أجهزة وعند مشافة لازم لازم كل صحفي تبقى عنده مصادر آه علاقتك بمصدرك دي حاجة تانية آه طبيعة العلاقة آه يعني علاقتك بمصدرك دي حاجة تانية قناعة المصدر بالدور اللي انت بتعمليه وقناعتك بأهمية اللي انت بتعمليه بيحدد إنه ده صحف كبير ولا ده مخبر كويس لأنه أنا أنا مش مندوب مثلا للأجهزة في الإعلام خالص يعني يعني ما فيه فيه ناس بتعمل الدور ده آه ضعفا أو رغبة أو تقربا مثلا ماشي الحقي لكن انت بتيجي في لحظة معينة إنه فيه مصادر المعلومات موجودة أنا بقولك عندي الناس دول يعني أنا عشان أجي أقولك إيه اللي حصل في الوحاية وأنا لازم أتكلم مع ناس بتوع الداخلية وناس بتوع الأمن الوطني وناس بتوع لازم أتكلم معهم أتكلم مع مين جيب معلومة مؤكدة أتكلم مع مين وهو بحكم القانون أنا لما بسأله بيجاوك فيه أحيانا أنت بتجمعي معلومات من طرق مختلفة لأنه طبعا الأجهزة ما بتتعاونش لدرجة كبيرة وتقولك كل المعلومات لأنه أقولك على حاجة مسألة أن السلطة هي صاحبة الإعلام طول الوقت حتى نفسيا يعني ممكن الجراد الخاصة مثلا مش بتاعت الدول مش بتاعت النظام بس هو يشعرنا بتاعته نفسيا فممكن هو يبقى عنده تصور أنك مفروض تقول كذا وما تقولش كذا ماشي وهنا بيحصل الصراع ما بين ما بين دا بس هو الدكتور مش بحكم القانون لازم يجاوبك ليه؟ مش بحكم القانون لا يجاوب فيه حدود أنه يحجب فق لا يحجب ما يتعلق لو كلم على القانون هو أي مسؤول مطالب أنه يجيب على الصحفي إلا فيما يخص أمور تتعلق بالأمن القانون خلق لكن لو أنت تكلمي عن العلاقات اللي بينسجها الإعلاميين لا الناس تحصل على معلومات لا يتخيلها أحد في ناس أحيانا مثلا أنا ممكن أحصل على محضر اجتماع محضر اجتماع بين فلان وفلان محضر رسم لأن كل حاجة بتتسجي فانشر فييجي مثلا يعني القرق الكريم أو المشاهد الكريم يقول لك إيه يعني وكان قعد تحت المكتب هو كان قعد في سلك التليفون لا أنا مش قعد في سلك التليفون ولا قعد تحت المكتب بس أنا حصلت على التقرير اللي فيه تفريغ الاجتماع حصلت عليه إزاي دي الشغلانة يا فندم اللي انت بتشتريك جورنان أو بتدفع كمان حاجات عشان أخد منها اللي أنا بعيش به دي ببساطة شديدة جدا العقرب السام برضو غريب طباعة الكتاب بدون الرجوع لأي جهة من الجهات اللي ربما يكون العلاقة بها قوية وفيه نوع من تبادل المنفع والمعلومات ما عملتش ده خالص عمري يعني ما عملتوش خالص أنه أنا بقى عمل كتاب فترغم خصوصية عمر سليمان لا لا لأنه أنا ما كنتش بتكلم هنا يعني ما هو ده فكرة المنهج يعني هقولك على حاجة أنا عملت كتاب عن المشير أبو غزالي يعني اسمه المشير صعود وانهيار أبو غزالي كويس وده أنا كنت هدخل فيه للسجن يعني رسمي يعني روحت النيابة العسكرية واتحق معي وطلعت بغرامة وكانت قضية وحاجات كويس هي الفكرة إيه المنهجية اللي أنت بتكتبي بيها اللي أنا بقولك منهجية التاريخ الساخن أنه المصاد ما نشر ما نشر متفرق أنت بتعملي بيه حالة كاملة فيبان قدام القارئ الصورة يعني هذا الكتاب يقدم الصورة الكاملة عن عمر سليمان تحليلي شوية دكتور وعشان كده لا هو فيه معلومات كتير جدا لا هو يقدم الصورة الكاملة عن عمر سليمان ولذلك يطلع الكتاب يعني فيه ناس كتير جدا نكلمون يحدى من برى مصر يعني هو كتاب يتباع برى مصر كتير يعني فيقول لي أحد كتاب كامل الإمارات يقول لي يا أخي والله ما عرفته هل هو ملاك ولا أشطان قلت له هو لا ملاك ولا أشطان بناته ليه أخطاء وليه حاجات فأنتي أحيانا أحيانا السورة الكاملة لما بتقدميها بتلخبط أكتر من لو قدمتي جزء من الصور لأنه ممكن واحد يستريح لأن دي ثقافتنا ثقافة الطميت يعني مثلا إيه حد عايز يتعامل معاك مثلا كمزيع فيقول لك إيه لا دي مزيع شطرة جدا أو واحد يقول لك لأ 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 ده ماتيت شوية ماشي هو عايز جانب واحد يعني ده عايش بامتي يا دكروش لا 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 يعني لا لا عفوا لكن لكن هي فكرة إيه أنك تقولي له بقى هي بتشتغل إزاي وبتعمل إيه وتقوله كل الحاجات لا هو عايزك تختري له جانب وتقولي له هو كذا فده ما حصلش ولذلك هو الكتاب ملغز أكثر منه مفسر لعمر سليمان لأن أنت بعد ما تعرف حقيقته تختري أكتر طبعا برضو من الحاجات اللي بدوا حضراتكم اللي قرأتها العقرب السامدي الطبع عشرين هتلاقوا فيه رؤية شكرا